ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة 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 بيكاربونات وجلدوش وملح البحر الخاشين اللي كيعطيوك واحد واحد الراحة كبيرة لرجلين ديالك من غير اننا كنقوهم ونحكوهم وديك شي فهي كتعطيك واحد الراحة للدات ديالك كاملة مني كتدير رجلك في المسخول وترتاحي حتى هو شي حاجة مهمة بزاف بصراح فهناي ضفت بيكاربونات مع الملحة وجلدوش فهذا الكيمية غاد ندير بها يدية ورجلية كيمية كبيرة فبعد ما كندير ديك القوماج ليدية بهذا الملحة كنديرهم قوماج وكن نغسلهم كنخليهم في واحد طويسة حتى وما بالما سخون من بعد كندير لهم واحد الكريمات يدين اللي كنستخدمها انا حتى للرجلين هاد الكريمات ديال اللي عسل زوينا من اوري فلا من احصل الكريمات اللي استعملت لحد الساعة زوينا بزاف وتامن دياله ما شغالي عندي هاد المسائل اللي غادي نستخدم بها اللي غا نخدم بها باش ننقي دوك اللي كوتيوس جليدات اللي دايرين بالدفار وغا نقيم الدفار ديالين نقسم النوم نقدم فانتو ما كاتعرفوا هاد المسائل كاملة وبالنسبة للعناية ديالي بسنان اللي ما كان استغناش عليها دائما فهي مع القادة كولغات ومع القادة بيكاربونات هالي ما كاتختانيش انا هي كولغات ديالي اليومي فامني كاتتالة كنعاو نصاوبها ويمكن لك تمضم ضي فمك بزويت زيت زيتون حتى هو كيحيد النسمة الخايبة من الفوم هادا هو اللي كنخدموه انا لرجلية كيديرها الماساج كديري فيه الماء بارد كي يسخن بالضوء ويمكن لك تخدمي واحد لبانيو عادي هادا غير بغيت نوري اليكم زوين بزاف وتامن ديالو حتى هو ما شغالي هاد طويصة غادي نخدمها اليدية بنفس الطريقة غا ندير فيها احتى يديك المليحة وغادي ندير فيها يديا يرطابو عالقا ننقيهم من ديك الجليدات وديك الشي فهدي واحد العناية اللي مهمة وكتعطيك واحدة راحة كبيرة في الدات ديالك غادي نمرو الماسك ديالو جه اول حاجة غادي نديروها هو القوماج فغادي ندير هنايا القوماج ديالو جهة ديالفريسة القوماج ديالفريسة وغادي ندير ليه الالة اللي كننقي بيها على تشكل بحلي كتحط شي ماسك على وجهك والفريسة غنية بلا فيتامين سي اللي في بزاف ديال المنافع البشرة لا فيتامين سي كتعطينا دارة والاشراق كتحيد لي تشنوار كتحرب على ما تقدم سن يعني بزاف المنافع فيها فهذا الفريسة ببوح دارة هي ماسك ده بك ندير على وجهك وديك الحبيبات اللي فيها طبيعيين غادي يعونونا باش ننقيوا البشرة ديالنا وبلطف يعني ما كت ما كنجرحوها شو لا كنعذبوها غيب هالطريقة كيتحيد ديك البشرة واحد سهولة كتنقينا البشرة ديالنا فهذا الالة عندها واحد الفيبرر اللي كي يخدم ويسكت على واحد الوقت فكل بلاسة كتبقيت خدمي فيها حتى يسكت هادي هي الطريقة ديالها باش كتحسب معك الوقت هاد البليسة كنخدمو بها هاد البلايس الصغار اللي ما كنوصلو لونش فهدو موجودين والتامان ديالو مرخيص وزويني نحتوم البشرة حالكا غدي نبقى ندير حركة دائرية باش نحفزو الدورة الدموية ونستفدو منها في البشرة ديالنا بهات طريقة غدي نبقى كندور يدي واحد المدة اللي غدي بقى يحسب لي هذا كله فيما توقف نبدي ديال البلاسة والبليسات اللي كيتجمع فيهم الوساخ ننقيهم زيان باش نستفدو من الماسك ديالنا وننقي وجهنا يعني هاد شي كله فوائد والعناية بالبشرة راشي حاجة اللي مهمة بزاف كتنقيها ويبقاش يخرجو الكليب والنوار ما كيبقاش لبقيتك تقابلي وجهك تيكون وجهك دائما صافي ونقي فما فيها بس الواحد يعتني بالبشرة دياله احسن ما يدي الماكياج وديك شي احسن حاجة هو تهتمي بالبشرة ديالك غدي نغسل وجهي ميها دافية ما تكونش بردة وما تكونش سخونة يعني واحد الما يكون دافي وغادي نشوفو بفوتا عاد غادي نحط عليه الماسك بها الطريقة الماسك اللي صاوبنا قبيلاتي اللي قلنا في ضانون مسوس في بتي سويس دك صغير من السوس وشوج نقيطات ديال الماء الورد وقلنا يمكن لك الضفيلو قطارات من الليمون الحامض اللي انا ما كنستعملوش ما كيوافقنيش مع البشرة ديالي الحامض فواحد الماسك حتى هو غني وكي نقلك البشرة ديالك من داخل ومن بره كي اعطيها نظارة واشراق وكيرطب يعني نقدرون نقولوا هذا ماسك يضغطون مور الطيب كيرطب البشرة واحد درجة كبيرة فاكترشي الناس اللي عندهم البشرة جافة يستفدو منه انا عندي بوميكست عندي بشرة مخلطة وكيوافقني وكيعجبني بزاف والمسائل اللي في كلها طبيعية يعني ما منهاش الخوف يمكن لك استخدمي حتى الجوج مرات في صمانة وخاءنا كنديرو مرة مرة وكيعطيني نتيجة الصراحة من اول استعمال كديره كيعطيك نتيجة زوينة كتحسي بواحد الاشراقة وكتحسي براسك واحد الانتعاش وبشرة ديالك ترطاب فيه تاوى واحد الراحة لوجه ديالي على تشكل غادي ندير جوج طبقات يعني كان خليه حتى كي نشوف شوية وكان بقى نزيد فوق منه باش نستفد منه الماكسيموم معه هو خفيف فاحاولي تديري اللولية والتانية باش تستفدي منه وما تقيصيش تحت العين بطبيعة الحال كان بعده على الكونتور ديالي ما كان قيصوش ديك اللي تحت عينينا وغادي ندير ديك القطينات العين ديالي وغادي نمشي نرتاح مع راسي هنايا بعد ما نشوف غادي نغسله بميها دافيا بحال غصلت قبيلا دابا بعد ما غصلت وجهي وغادي تشوفوا النتيجة اللي كتبان من اول استعمال فهذه هي النتيجة ديالوك يعطي واحد الاشراق وواحد نظارة البشرة وهدي الصديقة ديالي اللي ما كان تفرقش معها هات سبراي ديالا غوز بوزي اللي كيعجبني بزاف وللقيتو في شي بلاسة غشري وهو رزوين بزاف ما تندموش عليه فهذه هي النتيجة ديالوك اللي اللي لحتو اشراقه والنظارة يعني كتحسب واحد اللي انتي عاش صراحة وكترتاحك يريح لك لابو ديالك وجربوه ما غا تندموش جربو هادو الماسك راه كله وفائدة ايو انتمنى اشوفكم في فيديو جديد موسيقى 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 اشتركوا في القناة